اشتركوا في القناة لو لاحظنا ان في اخبار او بكلم واحد صديقي في امريكا او في اخبار التقس في التلفزيون ولاحظ ان درجة الحرارة في امريكا مثلا اثنين درجة او سالب اثنين لكن في السعودية باللقاءة تلاتين او اربعين فما هو الاختلاف في درجات الحرارة على سطح الارض الذي يتحكم في ذلك وهو الاشعاع الشمسي ما هو الاشعاع الشمسي؟ هو الطاقة الشمسية التي تصل الى كوكب الارض طبعا الجهة المواجهة من الارض للشمس يكون فيها نهار اما الجانب الاخر الذي لا يواجه الشمس فيكون فيه ليل وتنخفض درجة الحرارة لكن الاجزاء المواجهة للشمس على سطح الارض ليست درجة حرارتها متساوية ويرجع ذلك الى ان الاشعاع الشمسي لا يكون بنفس الطول الذي يصل الى المدن لماذا؟ لان الارض قروية الشكل فالمدن القريبة من سطح الارض القريبة من الشمس تكون درجة حرارتها عالية اما الاماكن البعيدة فتكون درجة حرارتها منخفضة هناك خط يسمى خط وهمي يسمى خط الاستواء وهو خط وهمي يمر بمركز الارض اللي هو قدامي في الصورة هوت اللي هو خط الاستواء طيب لو رحنا الى طبقات الغلاف الجوي طبقات الغلاف الجوي خمس طبقات خمس طبقات ايش هما؟ هو طبقة التروبوسفير الاستراتوسفير الميزوسفير الثيرموسفير والإكسوسفير طبقة التروبوسفير هي اقرب طبقة الى سطح الارض ويحدث فيها معظم تقلبات الجو طبقة الاستراتوسفير يوجد فيها طبقة الاوزون وهي التي تحمي الارض من الاشعة الفوق بنفسجية الخمس طبقات هدول طلهم الف كيلو متر طيب نشوف عندي طبقة التروبوسفير وهي الطبقة من 8 الى 18 كيلو متر وهي اكثر الطبقات التي تحصلها تغير في حدث تغيرات الطقس تعريف الطقس هو وصف لحالة الجو طب نروح للاشعاع الشمسي ونشوف الاشعة الشمسية التي تصل الى سطح الارض سطح الارض بيمتص 50 بالمئة من اشعة الشمس ويعكس 5 بالمئة طيب الغيوم لها دور نعم الغيوم تمتص 25 بالمئة من اشعة الشمس وتعكس 20 بالمئة عندي الضغط الجوي ايش هو الضغط الجوي هي القوة الواقعة على مساحة المعينة بفعل وزن الهواء نلاحظها في الصورة الى قدامي نلاحظ ان القرى اى فيها هواء كثير وفيه قرى مفرغة من الهواء او الهواء اللي فيها قليل نلاحظ ان الضغط الجوي في القرى اللي عليها صار اكبر من الضغط الجوي في القرى اللي على اليمين ليه؟ لانه معروف الضغط الجوي هو القوى الواقعة على وزن عمود من الهواء طيب ايش العوامل اللي بتتحكم في الضغط الجوي عندي اربع اشياء بيتحكمهم في الضغط الجوي الحجم ودرجة الحرارة والارتفاع عن مستوى سطح البحر وكمية بخار الماء دول لهم اربع اشياء بيتحكمهم في الضغط الجوي نقول لهم تاني الحجم ودرجة الحرارة والارتفاع عن مستوى سطح البحر وكمية بخار الماء معروف ان كمية بخار الماء الموجودة في الهواء وهي الضغط الجوي يكون الضغط الجوي أعلى الجبل منخفض أما عند سطح الجبل يكون مرتفع طيب عندي نوعان من الرياح الرياح العالمية والرياح المحلية الرياح المحلية هي رياح تهب باستمرار لمسافات طويلة في اتجاهات معينة أما الرياح المحلية في منها الرياح اللي هي نسيم البحر ونسيم البر يبقى الرياح المحلية نوعان هو نسيم البر ونسيم البحر نسيم البر ونسيم البحر ونسيم الوادي ونسيم الجبل كل هذه هي رياح محلية اللي هي تهب في مجالات محدودة المساحة وفي اوقات معينة. اما الرياح العالمية تهب مستمرار لمسافات طويلة في اتجاهات معينة. اما الرياح المحلية تهب في مساحات محدودة وفي اوقات معينة. احنا كده اه درسنا اه الطقس والغلاف الجوي والاشعة والاشعاع الشمسي. نروح لبعض الاجهزة اللي بتقيس الضغط الجوي وهو البارومتر. في من نوعين البارومتر الزئبقي والبارومتر الفلزي. هذا هو الجهاز اللي بيقيس الضغط الجوي. اما كيس الرياح اللي باللون الاحمر فبيقيس كمية الرياح او معرفة اتجاه الرياح وسرعتها. اما الانيمو متر الجهاز اللي موجود قدامي فبيقيس سرعة الرياح. اما السهم الضوار اللي قدامي فبيقيس اتجاه الرياح وهذه الاجهزة مهمة لقياس سرعة الرياح واتجاهها. ونبقى احنا كده انتهينا من شرح الغلاف الجوي والطقس وهي مراجعة الفصل السابع. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.